نادي المصري نروح لبيرميدز اللي بياخد كمان مواجهة صعبة ومرتقبة أمام فريق يانج أفريكنز التنزاني وانتركت المباراة في الثلاثة عصرة ولسه النتيجة سلبية حتى الآن صفر صفر بين بيرميدز ويانج أفريكنز وبيعمل ديسابر المدير الفاني البييرميدز بتحقيق نتيجة إيجابية والآخر حتى ياخد الفريق لقاء العودة بدون ضغوط يكون الفريق مرتاح نفسيا كل ده أكيد ديسابر بيفكر فيه من الفرقة كمان اللي بتخوض الكونفادرالية بتموح تحقيق اللقب وكتاب التاريخ بقى جديد هو عنده الإمكانيات اللي تقدر تخليك قادر على تحقيق ده لما بيمتلكوا من لعبين على أعلى مستوى وجهاز فني رائع وإدارة كمان كروية رائعة بيرميدز ماشي بشكل كويس مع ديسابر يمكن في الدورة المصري كان عنده بس بعض تعادلات ولكن بيرميدز في الكونفادرالية ماشي بشكل كويس كان آخر نتيجة أجابية كان حققها أمام طبعا شباب بولزداد من الجزائر وكان عمل نتيجة أجابية وقدر أنه هو يصعد عشان يقابل يانج أفريكنز إن شاء الله تكون مباراة يعني سهلة بالنسبة لبيرميدز ويقدر يحقق كمان نتيجة أجابية في تنزانيا عشان يرجع مرة تانية تكون بقى لعيبة مرتاحة معنوياتها مرتفعة محقق نتيجة أجابية هناك فكل ده بيسهل الأمور نفس الموضوع اللي كنت بتكلم فيه سواء في الأهلي أو في الزمالك أو في المصري أو كمان في بيميدز هو نفس الموضوع دايما لما بتحقق نتيجة أجابية خارج أرضك بترجع تديك أرياحية بشكل كبير جدا داخل الأرض